السلام عليكم اهلا وسهلا بكم متابعين الاعزاء في القناة رجاء الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم السعودية حالة انزار في الشرقية والرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجزان والمدينة المنورة نبه المركز الوطني السعودي للارصاد عبر نظام الانزار المبكر حول حالة التقصى المتوقع خلال الساعة القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجزان والمدينة المنورة واصدر المركز تنبيهات حول ان بعض هذه المناطق ستشهد رياح النشطة واتربة مصارى مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وبعضها سيشهد عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية الافقية عسير مع امطار رعضية في جزان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية وكانت النيران قد اندلعت بجبل عفر بسبب صاعقة رعضية ضربت هذا الجبل واشارت صحيفة سبق السعودية الى ان الاهالي اعربوا عن تخوفهم الشديد من انتشار الحريق الى اجزاء واسعة من الجبل بفعل رياح حيث اكدوا ان قصرة العشب والاشجار بالجبل هي من ساعدت في انتشار الحريق موضحين ان الوصول الى مكان الحريق امر في غاية الصعوبة حيث لن يتمكن احد من الوصول سوى بواسطة الطيران اعزائي المتابعين وكده خبرنا خلص النهاردة ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك اترككم في امان الله والسلام عليكم